اشتركوا في القناة بس انت خليك بالبيت وضبي هاي اختك جوري قعدة بالبيت خليها تضبوا وانا بروح معاك جوري اصلا رح تروح للمستشفى همتي؟ ايه بسيطة متل ما بدك اختي؟ شبكي بطنك عمتو جعل؟ تعي ما فيني شي نوب عم بعمل يوغا قبل ما اطلع انتي ما بينحكى معك سمعين منيح اختي ما توقفيلي عالكلمة اصلا انا اللي هلا ما اصف منك ماشي خلاص فهمت ما غضل شي بس لحتى بابي صح رحلو باسلوبي انا صار بين ايديي رقب الداني اغلو بس اسفري والله لا يجو يترشاني و رح اخلي يسحب الكلام اللي قليح طولي بالك بس بابا ما رح يضل عنده اي ذرة شك تيجا هيك قلك اختي انا لازم قلك شغلة مهمة كتير ايه سيلين شو صار لك؟ انتي بدك داني يرجعلك ما هيك؟ بس انا بباله بس انا بباله لا اعملتي منيح ان اتصلتي وخبرتيني نحنا مبارح شفنا بعض بس ما وجب لي سيرت شيء طيب ابوكي شو عمل لما طلع من البيت؟ فمت خلص وليهمك لا تزعلي نحكي بعدين تمام؟ طيب بار تصحكي لا كدتيني بقى يا مجنونة اعم تكسبي ولك اوني انا كدك يا باب تخلي عملك انا وادح لي يا ربية تصحكي انا كدتيني يا كدتب اعم تصحكي علي احكي علي تصحكي علي تصحكي علي تصحكي علي اوه يولا يا يالا يولا اوه حلاصة اوفوا ادي فجرة ومجرونة خرسية حقيرة مين الفجرة؟ قولي يلا سكيتي يحسن ما اشرب من دمك خلصنا بقى انت شو تخر لك روئي بقى مو هيك بتنحل المشاكل عاملة في اختي الحنونة كمان لك يا شوري بتاعتها هي السلالة شو عاملة مصيبة بتعرفي شو مساوية قال داني اغلو حط تطعنوا عليها ما بعرف شو عم تخرف نلعي وروحي نتفي شعرات اذاك السعدان اللي بتقولي عنه حبيبك لا تقربي علي انا فرجيكي يلا ستني واقفي عندك لك بتستهلي لاتل موتك على ايدي لك قاعدة عم تفتري على داني مو عيبة عليك يا دبي رح اكون صهرك هات صهرك سلين ما حضي حديدي ستني اغتي لوين رايحة في وحدة بتزعل من اختها بهالطريقة هاي تعي غسلي وشك وخضي نفس لنوع قاعدوا نحكي ماشي مليت وطقت روحي منا من انا وصغيرة كل مشكلة بصدة تهجم علي هي من فكرتني صغيرة لهلا يعني حكيك صح والله لحق معك حبيبتي بس لا تزعلي هي كمان بتكون ندمانة ليش خانقتك بس قولي لي اختي بصراحة شو قللك هداك ها ليلي عاجت حاطت عينه عليك سلين احنا لازم نعرف الحقيقة يلا حكيلي بقا انا ما دخلني خليها تروح تنقلع و تدير بالا ع حبيبتي مو انا يراك دي ورا هالواطي هو متاركني بحالي انا ما عد بدي حكي بهي السيرة خلصينا بقا العمى انا بفرجي لها الندل الله يندقم منه يلا بيكف يرجعي لوعيك فعا لك ابنه ببطني واختي بتقلي انه عازبته لداني وامالي الوحيد عمر بيك ما عم بيحرك ساكي كيف بدكي انا يرجع لوعي عمر بيك وعدني يحكي مع داني تمام هيك لما خبرتني اجي من بكير انا فهمت السبب عمى شو غبيه عم تدخلك بالموضوع يمكن انت اللي جبرتها تعمل هذا الشي عمى هلا انت بتعرف يولا على شو عم تجبرني بالزبط احكي لك عمى هاي البنت عم تحاول انا اتدمر لي حياتي داني انحطيت انت ويولا بوضع حساس كتير وانا مع الاسف مجبور اتدخل بالقصة فهمت عمى انا فيني اختصر لك اللي عم بيصير بجملة واحدة وبس هاي البنت واحدة رخيصة لك بده يعني اتزوجها احكي بادب مفهوم بعدين لا تنسى انك رفقتها لفترة وما بصير تحكي عليها بهالطريقة هاي يلا عمي انا ماني فاضي هلا لهاد الحكي بالازم منك هلا بعدين بشوفك تاني تعال لعندي ليش عم تتصرف متل لولا ما فيك تعمل عملتك وبعدين تقول انا ما دخلني عمر اليوم طلع بكير من البيت وشو بيعرفني انه الولد مني اذا مانك مصدق من اعمل فحص دي انا انا معني مضطر لازم تنهي هالقصة طالما هي خايفة من ابوها خليها تروحه بدون حس او شوشرة وتخلصنا بقى لانه مو من حقها تجبرني على شي داني هاي مو قصة مين عنده حق ومين ما عنده في خطأ انتو عملتو بدون ما تاخدوا احتياطاتكم ولا تنسى انه في طفل رح يجعل هالدني وامه لهذا الطفل بدا تعطي الحق بالحياة لك حتى انت ما فيك تحرمه من ابنه لو شو ما صار يا الله دخيله كان ناقصني اني ابتلى بهيك قصة طيب اول حل انت ويولا لازم تروحه على بعض على الاقل لا يطلع ابوها من المستشفى وبعدين منحكي بموضوعكم اكيد بوقت رح يطلع معنا حل يناسب الكل عمي كأنك مناوية تفهمني بنوب يولا عنده هدف وحيد هو اني اتزوجها تتزوجني بالزور لك انا شو بدي بهيك بالوة قللي لك داني يولا تركيبة اهلا ما بتسمح لبيهيك وضع ابدا افهمت روء يا ولد لايك عمي انا ما بدي يصير اب انا ما بن جبير تعال هون لاشوف انت اليوم رح تموت على ايدي تعا تعا يا واطي انا بفرجيك وعم تضربني كمان ثاني ثاني واقف خلاص ثاني اتشعلي ولا اتشعلي ولا اتشعلي اعمل بامي ما شفتوك تعا ثاني ثاني فهمنا ثاني ثروك هذا الحشر من ايدي العيد انتك تخبر عني مثلا وصيد ابي اوعاك تنساها قال لامك اصحك يتطلقوا من بعض فانت شو رح تساوي هلا يا عمار ها جاوبني يا دكتور انسك الرايحة والجاية بضربني ما عام يعامل امك منيح انسي كل مين عنده مشاكله بعيلته الظاهر ما في حدا مبسوط مبسوط بعيلتنا ما منعرف معنا هالكلمة ابدا لا تبالغ يعني بدك تقنعني انك عشت طفولة عيسى يمكن هلأ اذا امك وابوك مختلفين وانتي كنت منبوزة يا ترى طفولتك لح تكون سعيدة هلأ انت عن جد داني ولا بعد ما ضربك ابوك دخلت بغيبوبة في شي سيئ عن السعادة قلك شو بيكون انك ما فيك يتشتريه بمصاري بصراحة هلأ بلشت تحكي متل داني اللي بعرفه منيح لاكي سيلين مش عن القصة اللي صارت بيني وبين بابا ما تقلق ابدا ما رح اقول لها حدا شكرا اليك يسلم الله يوفقك اما انتي للأدوية اللي وصيتك عليهم اه تمام ممتاز انتي وصلت على الحديقة انا شوي وبكون عندك انا نواحي البيت تمام الندل طيب لازم امشي تمام شوفك موسيقى 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 المهم كلكم ترتاحوا هلأ رايحة نزل لبطني واخلص لو انحة تروحي رايحة فورا عالجزيرة بدي نزل اللي ببطني زنبي برقبتكم يولا معتي عمر بيك اللي ما حرك ساكن هو وداني وهديك الواطع سلالة اختك سيلين ان شاء الله بموتوا بترتاحوا مني وليشوا قوية والله بيخاف منك يولا انا بفرجيون الوقت اللي انا عموت كل مين عايش مرتاح ما رح استنداني بيك الواطع ومساجه شويو بتشوفي كيف اللي ايامي رح تقوني معلش خلي عمر بيتي تعذب اه عطيني لبرة وخلصيني سمعيني يولا انا جايب يوم ايجاز تكرمالك اذا صارلك شي ما بتحمل مسئولية مفهوم رح موت من واجعي خلاص افهمت اذا ضليت بها العقلية اكيد رح تموتي اشتركوا في القناة